السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد كنتم من يلقاكم في صحة جيدة وتكون امركم مزيانة ودائما مع الجديد اللي عودتكم عليه في القناة ديالي فاليوم معنا المول الكهربائي او لالة صنع الكيك اللي سبقت لي تشاركتها معكم قبل بمدة فهاد الالة هادي جوني عليها عدة تساؤلات اليوم غادي نجاوبكم عليهم وكذلك غادي نزيدكم استعمالات اخرى مفيدة لهاد الالة هادي وتشوفوا شحال كاتهني صراحة فهاد الالة هادي توصلت بها من موقع كويزين مول هاد الموقع هذا الخاص او للمتخصص في هاد الالة المنزلية وكذلك الاواني فعندهم بزاف ديال حوائج نتمنى انكم تدخلوا وتشوفوا الموقع ديالهم دائما كان نكون منضمن عندهم شحال من حاجة وصدقوا لي صراحة مزيانين حتى السيرفيز ديالهم مزيان يعني كوصلو لكم مثل عادي لكم اا في وقت لي هو قصر بزاف فهاد المول الكهربائي كما كتشوفو كيجي ما تشكل هادا كيجي مع هاد الحامل هادا باش يسهل عليكم انكم تزولوا الكيك اا كذلك كيجي معها سلك الكهربائي دياله راه طويل وغادي ندوزوا باش نجربوا ونكتشفوا احتى اللي ما شافش الفيديو الاول اللي كنت درت لكم فهادي فرصة انه ياخد فكرة على هاد الالة هادي اا غادي نوجدوا ان شاء الله اا اول استعمال اللي هو الكيك طبعا فكتخلطوا اا الخالط ديال الكيك العتيادي ديالكم ديال الجوج بيضات هنا يدرتوا بالنكهة ديال الشوكولات مع القهوة كتصبوه في المول وكتشعلو المول ديالكم صافي اا كتخليوه مدة ديال 15 دقيقة بالضبط كيكون الكيك ديالكم واجد من بعد كتقلبوها على تشكل هادا لانه هي اا يعني مية وتمانين درجة كما كتشوفو اا تقدروا ما تقلبوهاش فهي كتطي من التحت ومن الفق في نفس الوقت اا كيجي واحد الكيك اللي هو طالع وكيجي طيب مزيان اا كنا نجربوه هنا يا بل كيغضون وكما كتشوفو راه كيطيب مزيان اا ما كينسقش نهائيا في الالة وكيعطي واحد نتيجة اللي رائعة جدا جدا اا فهد الالة دي كتنفاع بنسبة الناس اللي كيجيوهم هكذا ضياف على غفلاء بنسبة لنساء الموظفات اللي ما عندهمش الوقت و وعندهم وليدات يعني كيحتاجوا انهم يوجدوا لهم هكذا دي كيك اا يعني باستمرار ياخدوا معاهم المدرسة وكذلك الالة كتسهل بزاف يعني اا غير في الصباح تقدروا توجدوا كيك ديالكم اقل من نصف ساعة يعني اا عشرين دقيقة هوا واجد بدون تعب بدون عانا فكتمكنكم انكم تحضروا تشكيلة واسعة من الكيكات يعني اي كيكة جاتكم على بلكم باي نكهة باي مكونات ممكن تحضروها بسهولة يعني الكيكات ديالتفاح ديالشوكولات ديالمحشوه بالكريما باي حاجة ممكن انكم تحضروها بسهولة يعني ما كيتبقاش عندكم اا عذر انكم تعقزوا على الكيكات العشاق الكيك فبسهولة تنضوا تخلطوا المكونات تقصير وكتجوا احد الكيكات اللي مفشفشها شيشة بزاف طيبة مزيان من الداخل اا الديدة كذلك انتم مشوفو التوقوب شوفو اا شحول كتجي اسفنجية انا ديال المول الكهربائي او الالة ديال صنع الكيك فبسهولة كان ديالة واحد الحيلة هي ديالتفاح بزاف ديال اوراق ديال الفرن بحالة كده على القياس ديالها باش اقدام كتوسخش لي يوم كمقاش كل مرة خاصني نظفها وخاصني نغسلها فالطريقة صار حاجتني عملية يعني كنقضها بزاف مرة كده وغادي نستعملو مع كده فكذلك ممكن تستعملوها للاقتراحات المالحة بحال هنا يا ترطية ديال البطاطا والبيض والخضر اللي خلط المكونات ووضعتهم هنا يا في المول يعني كتهنيكم من انكم تشعلوا الفرن او تسنى وحتى يسخون وكي ياخد الوقت فهنا يا وضعت الخليط كامل وهي النتيجة كما كتشفوو الترطية ديالي كجي محمرة مزيان وطيبة مزيان من الداخل متخافوش انها يعني تجيكم خضراء ولا شي حاجة فراكة طيب يعني من ذاك شرفاء كتجي ترطيها طيبة مزيان مزيان وفوقت قياسي يعني تستغلوها هكذا حتى فتحضير وجبات للعاشاء استعمال هدا صراحة مكين فعني بزاف فوقتها ديالامدراسة نضع شمارات القم منصف معه من رأسه فنخلط الخليط لكيك خليط بيضة واحدة سهلة بيضة واحدة نستخدم الآلة لكيك لا نسخر الفرن لأنه لديه فرن غازي لا يمكن أن نسخره مع الصباح لا يكون لوقت نهائي فنجبد الآلة ونصبح عصر فنأخذ هذا المول أو الكويرطات الورق كما تروني قبضة انفرصه وضعها كثير في المول ونأخذ رقاق اكتري فنضع فنضع الخليط لن يأخذ لم يكن حتى 15 دقيقة سوف نفرغ الخالد سوف نزولهم سوف نزولهم حتى نكمل الكمية سوف نزولهم بالنسبة للمستكل الكابكيك سوف نزولهم سوف نزولهم سوف نزولهم استعمال آخر هو مفيد جدا وهو أنكم ممكن تحضروا فيها خبز الطوست بجميع الأنواع لا تحضروا العجين وتضعوا في الآلة بعد ذلك و تجعلوا يخمر جيدا و في نفس الوقت يجعلوا بشكل طيب و يمكنك تحضروا خبز بزرع ريع خبز بدقيق القامح يعني أي وصفة أنتم معتمدينها ممكن فقط توضعوه و يجي وحد الخبز اللي هو محمر و زبين بسه فهكدا انفعكم لوليدات للمدرسة يعني ممكن تدهنوه بالفرماج تدهنوه بالعسل الشوكولات أي حاجة تدهنوه يعني اختصرتو الوقت و كيجي يعني خبز اللي هو مفش فش و شيش بزف بزف فهنا اخر وصفة اللي كنت حضرت معاكم اللي هي بريوش بالخليط السائل اللي حتى هو حضرتو في المول العجيب أو المول الكهربائي بطريقة سهلة جدا جدا كتخلطوا المكونات اللي غتلقوا الفيديو في صندوق الوصف وهنا يا وليت معتام دا هاد ورق الفرن مش هكدا ما كان طرش أنا نمسح الالة ديالي كتصبو الخليط و كتخليوه يخمر كتعودو الدهنوه و هكدا كتحصلوه على بريوش اللي فقط قصير فهد الالة هادي ما عندهش فقط استعمال واحد بل عيد تتستعملت و انتوما والبتيكار ديالكم يعني انتوما شفتوه ما شاء الله يعني كت تقدروا تحضروا بيها الكيكات بالدرجة اللي مينيكيك تحضروا بيها وصفات مالحين تورطيالي غاتا كذلك تحضروا انواع خبز الطوست انواع لبريوش سواء السائل سواء بالعجينة العادية من نسبة لي على شخصيا عجبتني بزافة الالة هادي و ما بقتش نهائيا كان عقز نحضر بحلد الوصفة هادو خصوصا للقوتي و كذلك الفطور يعني كان ندوز ديركتو من وجدهم بالعجز كانت بنا نكون فدتكم ان شاء الله و أعطيتكم فكرة شاملة على هاد الالة هادي فاللي بغا يكون من ضياء مع لكم اللي تدخلوا للرابط لغا نخلي لكم في صندق الوصف أولا في أول تعليق و التواصل مع الناس دي الموقع يرى هما غا يوصلوها لكم حتى للدار شكرا لكم بزاف على المتابعة خليتكم على خير بسلام عليكم و أي سؤال ما تتردوش أنكم تخليوا لي في التعليق راه غا نجاوبكم إن شاء الله بسلامة